أهلا بحضراتكم من جديد طيب عندنا كلام مهم جدا بخصوص استعدادات الأهل لمباراة المصري وهي مباراة مهمة جدا في الجولة الثلاثاشر من عمر مباراة الدرو العام النادي الأهلي في الصدارة بيبتعد بأربع نقاط عن فريق فيتشر صاحب المركز الثاني ووصيف الدوري ويمكن المنافسة دخل بشكل قوي جدا مع فيتشر خلال الفترة اللي جاية الأهلي في الصدارة وفيتشر في المركز الثاني وباقي المنافسين طبعا بيتصاروا على باقي المراكز خلال الفترة اللي جاية قدامنا على الشاشة يمكن ده جزء النهاردة من التدريب الصباحي لفريق النادي الأهلي نهاردة تدريب على فترة واحدة واستانف الفريق النهاردة تدريباته صباحي اليوم على عمل عبدالتش بجزيرة قدامنا أحمد عبدالقادر، علي معلول، محمد شريف، محمد دهاني طبعا محمد الضو، يمكن اللاعب التونسي، محمد كريستو موجود في التدريبات كمان خالد عبدالفتاح، كمان الظهير الأيمن المنطقل للأهلي من سموحة وفيه خلال الساعات اللي جاية هيتم الإعلام عن باقي الصفقات بإذن الله ويمكن إن شاء الله صفقات وتدعمات قوية جدا لقائمة الأهلي الأفريقية والقائمة المحلية وفي نفس الوقت كمان التدعم بالنسبة لقائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية قدامنا طبعا محمد مجدي أفشا، عمر السلية، رام ربيعة، برونوسافيو، محمود قهربة أحدث إن شاء الله الوجود اللي ممكن نشوفها خلال الفترة اللي جاية في المشاركة الرسمية كمان قدامنا حسين الشحات، علي معلول، ورباة حراس المرمى، شناوي، علي لطفي، مصطفى مخلوف، وكمان حمزة علاء إن شاء الله بإذن الله يمكن خلال أقل من ثلاث أسابيع نطمئن على عودة مصطفى شبير يلحق القائمة النهائية أو ما يلحقش طبعا ده لسه هنشوفه بقى خلال الفترة الجاية بعد إعلان النادي الأهلي للقائمة النهائية اللي هتشارك في البطولة الأهلي سجل قائمتهم بارح، منتكلم في حوالي أقصى عدد 35 من ضمنهم أربع حراس لكن هيتم اختصار القائمة لـ 23 لعب من ضمنهم ثلاث حراس ومرمى مرسل كولر النهاردة المدير الفني عقد اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران وتكلم في بعض الجوانب الفنية والأمور الفنية في إطار التحذيرات للمباراة المقبلة اللاعبين ممكن خادوا تدريبات بدنية مكسفة في بداية المران الجامعة تحت إشراف أندرياسا أندوية مخطط أحمال الفريق كمان النهاردة زي ما قلت وشفته طبعا الرباعي شناوي علي لطفي حمزة علاء مصطفى مخلوف رباع حراس المرمى نهاردة كان فيه تدريب مع ميشيل يانكون على هامش المران الجماعي محمد عبد الملعي ممكن خد تدريبات منفردة النهاردة بالجارية حول الملعب وفيه جلسة تأهيل في الجيم ضمن البرنامج المحدد للتخلص من الإصابة التي لحقت بيه مؤخرا أكرم طوفي النهاردة كان موجود في ملعب التتشي بالجزيرة وكان فيه استقبال من كل زملائه اللاعبين وجهاز الفن بقيادة مارسل كولر الكابتن سائر عبد الحفيز مدير الكورة ألف مليون سلام عليك يا أكرم الفترة الجاية بإذن الله ترجع بسرعة وهي الإصابة كده بتبقى قضاء وقدر الحمد لله على كل شيء تعرضت لإصابة الصليبي العام الماضي وغبت يمكن معظم عام عشرين اتنين وعشرين إصابة جات لك في بداية عام عشرين تلاتة وعشرين كنت ماشي بشكل كويس جدا ولكن إن شاء الله بإذن الله بعزيمة الرجال عارفين دايما أن أكرم عنده عزيمة هتنتهي الفترة بسرعة وهترجع إن شاء الله للملاعب وعندنا أمثلة كثيرة جدا اللاعبين تعرضوا لإصابات قوية وفترات طويلة ورجعوا وكانوا نجوم في الملاعب سواء حتى في أوروبا أو حتى في مصر طيب قلت طبعا ان الصفقات الجديدة انضمت اللاعب عبد الفتاح كان موجود النهاردة في النادي الآلو وشارك في التدريبات بالأمس واليوم كريستو اللاعب التونسي يمكن هيبقى إن شاء الله صفقة مهمة جدا في الدور المصر لعب مميز على المستوى المهاري على المستوى الفني إضافة كبيرة جدا إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية النهاردة كمان ممكن يكون فيه إعلان لبعض الأمور الجديدة الخاصة بالصفقات خلال الساعات اللي جاية في تدعمات أخرى ملف الصفقات الناس بتشتغل فيه بشكل قوي جدا من أجل تحضير قايمة قوية تقدر تواجه الضغوطات الكبيرة في الفترة اللي جاية ما بين ضغط مباراة محلية وإفريقية وكاس العالم للأمور كمان عارفيني في مباراة الدوري الفترة جاية فيه تأجيل لأكتر من مباراة بنتكلم مباراةين قبل كاس العالم ومباراة ممكن نهاية الكاس لو الأهل تخطى صموحها وعندنا مباراة في الدوري الداخلية والالتحاد السكندير هيتأجيله كمان نتيجة التعديلات اللي حصلت على مطشة دوري أبطال إفريقيا ماتش القطن الكاميروني بدل هيتلعب 18 أو بدل 11 فبراير هيتلعب أحد أيام 3 أو 4 مارس فده تم تعديل مباراة الداخلية ماتش سانداونز اتحرك معاده من 6 أو 7 مارس ل 10 أو 11 مارس فمباراة الاتحاد السكنديري كمان اتأجلت نحن نتكلم في ضغط مباراة جاية للأهل يبقى قوي جدا وأكيد في انتظار بقى ربطة الأندية والأستاذ عامر حسين نشوف الترتيبات العتم على الجدول في ظل أن الاتحاد الإفريقي عمل جدول مميز وعمل جدول يعني ريح فيه نادي الأهلي وريح فيه نادي الوداد ممثلة قارة إفريقيا هي لعبه في كاسة العالم الأندية فتم تأجيل مباراة أفريقيا بمساحة أن يكون ما بين كل مباراة تانية ما بين أسبوع وعشر تيام فننتظر نشوف الاتحاد المصري أو ربطة الأندية هتعمل إيه خلال الفترة اللي جاية بإذن الله